الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محصنين غير وسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم معبكم من معب فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخداد فإذا أحصن فيلتين مفاحشة فعليهن نرسوا ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وتصبروا خيرا لكم والله رفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عليكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم مينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ربا تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبمن فقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعبوهن وهجروهن في المضاجع واضربون فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد يصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مخنانا فقورا الذين يبخنون ويأمرون الناس بالبخل ويطمون ماتاهم الله من فره واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قليلا فساقرنا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة ويلتك حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة لشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يبتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغايط أو لمستموا النساء فلم تجدوا ما فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين يشترون الضل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وقام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس أجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما نعنا أصحاب السب وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بيؤمنون بالجبت والطابوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد لهم نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليه النارا كلما نضجت جنودهم ادلاهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم من تؤد الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل إن الله لعن ما يعزكم به إن الله كان سميعا مصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَهُ لِلْأَمْرِ لِلْكُمْ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يفروا به ويريد الشيطان وأن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحفون بالله أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا مليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم اقتلوا أنفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعزون به لكان خيرا لهم واشد تثليتا وإذا لاتيناهم من لدن ناجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطيا فإن صابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إذ لما كم معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أنك لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلل فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أينما تقولوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شيدا من يتعي الرسول فقرى قاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمقونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا اتمعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرظ المؤمنين عسى الله أن يكف باسا الذين كفروا والله أشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يقول له كفر منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حفيظا إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصفق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فيتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون من تهدوا من ضل الله ومن يظلم الله فلا تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فيتولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصر صدوره من يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليهم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليهم السلام ويقفوا عديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عنيما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستمي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا لا يستمي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساة مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والملدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهبدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يواجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مواجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقع فقد وقع عاجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحنا لتقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمطعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان لكم ذا من مطر لو كنتم مرضا تضعوا أسلحتكم وحضوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمطعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم ذا من مطر لو كنتم مرضا تضعوا أسلحتهم وقلوا حذركم فأعن الله عد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعوذا على جنوبكم فإذا قمأناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين قصيما واستغفر إلا إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوانا أثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الله الله أكبر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسات مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والملدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يواجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته واجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عاجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحنا لتقفروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان لكم ذا من مطر لو كنتم مرضى وانتضعوا أسلحتكم وحضوا حذركم إن الله عدى للكافرين عذابا مهينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ودى الذين فإذا سجدوا فليكمروا من ورائكم والتاكي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون أن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم وذن من مطر لو كنتم مرضى تضعوا أسلحتهم وقلوا حذركم فأعن الله عدى للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعوذا وعلى جنوبكم فإذا قمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم وإذن المغضوب عليهم ولا الضالين إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر إلا إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون نفسه من الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة وعن ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب خطية أو إثما ثم يرمي به بنيا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منه من يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشفرونها من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أبر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغى مرض المرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقح الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 اشتركوا في القناة ورحمة الله